ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة من الفضائية التشادية نظامت صباح اليوم مزارة الثروة الحيوانية ورشة تفاكرية حول الإدارة الرشيدة والتنظيم المهني للثروة الحيوانية بالتنسيق مع المشروع الإقليمي للدعم الرحوي في الساحل كان ذلك بحضور المدير العام للوزارة ومنصق المشروع وعدد من المعنيين عباس أباكر مصطفى والتقرير إن عملية الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية عمر ضروري ويؤد أيضا من المصادر الاقتصادية للبلاد لذا فقد جاءت تنظيم هذه الورشة التفاكرية حول الإدارة الرشيدة والتنظيم المهني للثروة الحيوانية عبر المشروع الإقليمي لدعم الرؤات في الساحل بالتعاون مع الإدارة العامة لوزارة الثروة الحيوانية لصالح قطاع الثروة الحيوانية في كلمته الترحبية مدير منظمة الأمن الرؤات دكتور حسين موسى أحمد الذي تحدث عن ضرورة تنظيم هذه الورشة التفاكرية مع شركاء التنمية في مجال الثروة الحيوانية المدير العام بوزارة الثروة الحيوانية دكتور جابر آدم قال بأن هذه الورشة التفاكرية حول الإدارة الرشيدة والتنظيم المهني للثروة الحيوانية تعد فرصة لتبادل الأفكار للتسيير نظم هذا القطاع وعضاف بأن عبر هذه الورشة يتحصلون على وثائق من خلالها تساعد قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد كما نظمت الفدرالية المهنية للقطاع الرعوي بشاد يوما توعويا حول التعايش السلمي بين المزارعين والرعات بإقليم لوغون الغربي وسط حضور كبير من قبل السلطات الإدارية والتقليدية والمزارعين والرعات بالإقليم مزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد حامد عبد المجيد في إطار نشاطات الفدرالية المهنية الخاصة بقطاع الرعوي في شاد نظمت الفدرالية يوما توعويا حول التعايش السلمي بين المزارعين والرعات بإقليم لوغون الغربي الهدف من تنظيم هذا اليوم هو مناقشة جميع القضايا والإشكاليات التي تعيق الاستقرار والوئام بين جميع السكان بوجه عام وبين المزارعين والرعات بشكل خاص حضور رؤساء السلطات التقليدية والإدارية إضافة للمزارعين والرعات من جميع أنحاء إقليم لوغون الغربي أكد على النية الصادقة لجميع الأطراف من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الإشكاليات رئيس فدرالية الرعاة بلوغون الغربي الحاج عيسى يونس عضح بأنه لم يتم تسجيل أي حالة نزاع أو توتر بين المزارعين والرعات بالإقليم هذا العام غير أنه تأسف على ظاهرة خطف الأطفال التي تكررت بشكل كبير مؤخرا مما اضطر سكان الإقليم وضع لجنة خاصة للحماية تمكنت من القبض على ثمانية مجرمين من جانبه ناشد رئيس الفدرالية المهنية للقطاع الرعوي في تشاد بشاردريب سكان الإقليم بضرورة تغليب روح الحوار من أجل إيجاد حلولا لجميع النزاعات والخلافات التي تقع بين المزارعين والرعات ونوها على ضرورة الحفاظ على السلام الاجتماعي لتفادي أي نزاع محتمل أما فيما يخص ظاهرة خطف الأطفال طلب بشاردريب من الجميع التعاون مع قوات الأمن والحذر واليقظة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الشادي هذا وسوف تستمر نشاطات الفدرالية التوعوية في جميع أقاليم البلاد